بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله بإذن الله بقى نستعد بقى بالمراجعات اللي هنعملها هنا ان شاء الله بإذن الله في قناتنا ديت واهم حاجة عايزك عايزك بقى تاخد بالك منها ان انت تبقى نفرق بين سيروستر وترانزوستر وترياك ودياك والحاجات دي كلها اتكلمنا في حلقات سابقة عن معنى كلمة اجباه الموصلات استعرضنا بعض التطبيقات الصناعية اللي موجودة في حياتنا حوالينا في كل حتة من الموبايل للتلاجة للغسالة لكل حاجة دي جدا الموجودة عندنا في البيت استعرضنا برضو بعض النقاط المهمة واقفنا في محطة اسمها يعتبر من اهم المحطات اللي انا باعتبرها كده محطة مهمة اللي هي كانت الحلقة اللي فاتت كانت مقطعات الطيار المستمر واتكلمنا عن فكرة المقطع دوت قلنا هو عبارة عن حاجة كده بتتحط في الدايرة كمفتاح ومست المفتاح ده هوت انه بيبقى مفتاح الكتروني ممكن يبقى سيروستر ممكن يبقى ترانزوستر ممكن يبقى مصفت بنحط في الدايرة الكهربية بيشق لبل الدايرة بيعمل لي في حاجة كتير او 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 بيخلي المنبع بدل ما كان طيار مستمر سابط القيمة بيخليه منبع طيار مستمر متغير القيمة وخدنا بعض التطبيقات وبعض الامثلة اتعرضنا الانواع وازاي نتحكم في القيمة المتوسطة للجهد المتردد او القيمة المتوسطة للجهد المستمر وجدنا بعض القيم كده وبعض الملحوظات جالي كده على الصفحة بتاعتنا بعض التعليقات من طلبة زمائلكو بيقولوا احنا عايزين بعض المسائل ان شاء الله هنعمل حلقة كاملة باذن الله اوعيدكم الحلقة الجاية ان شاء الله هتبقى عبارة عن تطبيقات على كل المسائل اللي بتقابلنا في المنهج من اول والاخر ان شاء الله النهار ده بها نيجي على عنوان جديد خالص يعتبر العنوان ده واتخدنا فكرة كده صغيرة عنه في نهاية الحلقة اللي فاتت اسمه حاكمات الجهد المتردد كلمة حاكمات الجهد المتردد يا مستر واحدة واحدة كده كلنا اتعرضنا او كلنا في البيت عندنا سخان ومعظمنا او كلنا عندنا مكوى وبعضنا عندنا محركات استجابة بطيئة للتدفئة والصناعية والحاجات دي كلها لو انت كده بتلاحز المكوى مسلا لو ماما قيتلك او ماما قالتلك مسلا اكويل الطرحة الطرحة دي بطيقى ناصلا مصنوعا من مادة ضعيفة شوية كده يعني بيبقى مادة كده ممكن تكون حرير او مادة تكون نعمة جدا لو انا عربتها لدرجة حرارة عالية اوي اوي تتلسع كده وبوز او تتقب يبقى ايه يبقى انت كده هدرت الخامة دي بنيجي كده اللاقي المكوى فيها تدريج من واحد لغاية ستة التدريج ده بعمل ايه لو انا مسلا عندي حاجة خفيفة بخلي درجة الحرارة على واحد او اتنين طب لو انا عندي مسلا حاجة تقيلة عايزة كويها مسلا حاجة صوف حاجة جنس حاجة كده عايزة تقيلة قوي اروح جاية بخلي المكوى مسلا على خمسة او ستة مع العلم انا ما شلتش الفيشة المكوى بتبرد لوحدها وتسخل لوحدها عن طريق اللي هو المؤشر اللي هو موجود على المكوى ديت سوى كانت بقى بخار او مكوى عادية بلاحظ الآتي بقى بلاحظ ان انا بتحكم في درجة الحرارة عن طريق مؤشر زي بالضبط الرمود كنترول كده بتاع المكيف او التكيف اللي عندنا اخلي درجة الحرارة خمسة وعشرين اخليها ستة وعشرين اخليها تلاتين دي تحتنا مين بقى اللي بيتحكم في القيم دي كلها اللي عمنا الحاكمات اللي احنا اقول عليها النهاردة يبقى الحاكمات دي دورها مهمة جدا في الصناعات او طبعا دورها مهمة في الصناعات وعملت برضو كده زي ما قلنا شقلابة للدنيا كلها ازاي مستر الكلام ده بقى الحاكم ده عبارة عن ايه برضو عبارة عن مفتاح يبقى خلوا بالكو بقى لما اجع كده اعمل مقارنة صغيرة بين المقطعات اللي خدناها الحلقة اللي فاتت والحاكمات اللي خدناها الحصادي او الحلقة ديت هتكلم في حاجة صغيرة قوي ان الحاكمات شغالة مع الطيار المتردد او الجهد المتردد اما المقطعات اللي احنا خدناها الحلقة اللي فاتت كانت شغالة مع الطيار المستمر فبناءا عليه ان انا عندي حاجة لو انا عندي طيار مستمر بحط مقطعات وخدنا وظيفتها واستخداماتها وبتشتغل ازاي وبتعمل ايه نهارده دورا للحاكمات بقى. الحاكمات دي يعني ايه؟ لو انا عندي منبع طيار متغير اللي هو الفيشة اللي عامani ولو حطت مع الفيشة ديات حاكم يعني حطت اتنين سيروستور كده معها. ايه اللي يحصل بقى للمنبع ده؟ بدل ما كان بيطايلها لطيار متغير ٢٢٠ سيطلعها لطيار متغير بس لبحث ٢١ فلت خالص ممكن اقللوا وممكن ازودوا. بمعنى ايه بقى?えー انا اقدر اتحكم في قيمته الفعالة لو انا عايز شدة اضاءة كبيرة ركزوا بقى معايا ازود زاوية الاشعال تديني شدة اضاءة كبيرة قلق اللمبات او الدرجة الحرارة عالية جدا. طب لو انا عايز شدة اضاءة صغيرة او المكيف او التكيف او المكوى او اي هيتر او اي سخانة عندي في البيت عايز اخلي درجة حرارة صغيرة اقلل زاوية الاشعال. يبقى نقدر اتحكم في القيام الفعالة عن طريق ان انا ازود زاوية الاشعال او اقلل زاوية الاشعال او زود زود الاشعال. الكلام ده احنا خدناها قبل كده او يا مستر خدناها. فاكرين زود الاشعال دي لما تعرضنا على السيروسطر ومسكناها كده عن قرب. حطناها كده قدامنا. واشتغلنا عليه اشعال وطرق اطفاء. وانا بيتعمل له حاجة اسمها اشعال عن طريق النبضات. واللي بيعمل الاشعال ده زود اشعال كده مهمة جدا جدا. ان انا بنقله من حالة انحياز امامي او من حالة توصيل الامامي لحالة انحياز امامي. ده اسمه الاشعال. الاطفاء بقى ان انا اوصل طيار الانول للصف وخدنا الطرق اللي بتطفي والطرق اللي بتشعل. يبقى الحاجات اللي احنا خدناها في الاول كمقدمة. وكنا بنستقل بيها ونقول الكلام ده هو تيقابلنا اه هو ابنه هوت. وعرفنا ان الحاكمات ديت لو انا زودت زودة الاشعال ممكن اتحكم في شدة اضاءة. ممكن اتحكم في درجة حرارة. ممكن اتحكم في في منبع قدرة كامل عن طريق زودة الاشعال دي. لو انا عايز ازود القدرة او زود زودة الاشعال. اه ان انا لو زودت زودة الاشعال. القدرة تزيد او قدرة تزيد. شدة الاضاءة تزيد او شدة الاضاءة تزيد. لو انا هتحكم في لمبة او هتحكم في مجموعة لمبات او هتحكم في درجة حرارة. ده فكرة الحاكمات عشان بسي لما نجي نخش كده جوة الحاكمات ما يبقاش الدنيا مبهمة بقول لك الاول بتشوفها فين? عشان تبقى دينا قريبة لك قوي. الحاجات دي انت ممكن تبقى زي ما قلت لك ده في البيت عندنا. بس ما بداخدش بنا منها. لان احنا ما كناش كهرباء. لكن دلوقتي ما طلعنا تلتة كهرباء عرفنا بقى ان الحاكمات دي ممكن نشوفها فين. المقطعات دي ممكن نشوفها فين. السيروسط ده اصلا موجود معي على الموبايل من زمان اوي هو والترانزستر وهو والحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عنها في اول ما اشتغلنا الالكترونيات قوة. واحنا برضو ما كناش واخدين بنا. لان احنا ممكن زينا زي ايه حد. لكن لما اشتغلنا كهرباء عرفنا ان الحتة دي بتبقى موجودة فين بالزبط. وبتشتغل ازاي? وايه وظيفتها في التطبيقات الصناعية المختلفة اللي مالية الدنيا كلها. ونقلتنا من حتة كده بعيدة قوي لحتة قريبة جدا بين حاجة يعني الالكترونيات ديت لما لما غازت الاسواق كده والدنيا. الحياة تغيرت خالص. بيت تبقى عقل كده وتغير بالرموت كنترول. الحركة تغيرت الجيل طبعا دهوت. تجيل مرفع شوية. خدع الحاجات ديت. لكن الاول ما كناش كده كنا نقوم نغير التلفزيون القانا الاولى التانية التالتة. يا نضغط بالبقرة يا اما نضغط بزرار اللامس كده. الدنيا تغيرت دلوقتي وانت يعيب بتعمل اللي انت عايزه. ودي حاجة كده ولسه وفي حاجات تانية كتير قوي. الى الاسمارت هوم تسقف كده تلاقي الاضاءة اشتغلت. تسقف كده تلاقي الشاشة اشتغلت. حاجات كده ايه? ان شاء الله بازن الله ايه كل ما الاكترونيات بتتعمق فيها بتديك حاجات حلوة قوي. وده علم جميل جدا جدا جدا. وزي ما قلنا في المقدمة. تعالوا بقى النهاردة نتكلم عن حاكمات الجهد المتردد. ونعرف الحاكمات ديها تدورها ايه? وبتشتغل ازاي? وبتحكم في القيمة الفعالة للجهد المتردد ازاي? وايه اهم التطبيقات اللي بشوفها? وازاي يتحكم في زوجة الاشعال? وازاي يقللها? وازاي اخفضها? كل ده ان شاء الله هنستعرضه النهاردة في حلقتنا النهاردة. حاكمات الجهد المتردد. يلا كده بينا نتفرج مع بعضنا كده ونشوف شكل الحاكم ايه? وبيستغل وبيشتغل ازاي? وبتحكم في ازاي? الحاكم هو اتاول ما هشوفه هو اتاول معيني هتقع عليه على يا أولاد? هعرف ان هو ايه? برافو عليكم. اتنين سايروستر اهو. بس واحد رايح الشرق والتاني رايح الغرب. يعني الاتنين سايروستر دول يا مستر ماينفعوش يبهو في اتجاه واحد? لا طبعا ماينفعوش يبهو في اتجاه واحد لان واحدة يشتغل على الموجب واحدة يشتغل على السالب. عشان كده بحط اتنين سايروستر متوصلين مع بعض توازي. يعني بدايات مع بعض اهي? وانهايات مع بعض اهي? بس في شرط بقى. واحد رايح واحد جاي زي المقابل كده في السكة الحديد عشان كده بعتبر الحاكمات مفتاح مزدوج الاتجاه متوصل بالتوازن مضاد والاتنين دول اسمهم سيروستور وتعرضنا ليه وطب مكانه فين قالك مكان السيروستور دهوت او الحاكم على بعضه كده هسميه حاكم الجهود المتردد يوضع بين المصدر والحمل المصدر اللي هو المنبع بتاعنا اللي هو الفيشة اللي هو المنبع بتاع الكهرباء وده الحمل بقى ممكن يكون لمبة وسخان زي ما انت عايز حطه حطه بس الفكرة ان الحاكم بيوضع فين مكانه في المنتصف فينا بين المصدر والحمل طب تعالى بقى كده نستعرض مع بعضنا الحاكم ده بيعمل ايه اللي بيحول الجهود المتردد زي ما قلنا اللي هي القيمة الفعالة الى جهود متردد متغير القيمة يعني بدل ما كان مكتوب هنا امتين وعشرين هتطلع كان بقى تمانية تسعة اتناشر خد اللي انت عايزه وشغل الحمل خلوا بقى لكم بقى يعني زي فكرة المقطع يا مستر اه برافو عليكم زي فكرة المقطع بس ده بيشتغل مع الطيار المتردد اما المقطعات اللي هي المفاتيح اللي اشتغلنا عليها بتشتغل مع الطيار المستمر طيب يبقى الحاكم ده هوت بيحول الطيار المتردد ثابت القيمة الى طيار برضو متردد متغير القيمة يعني انا لو عندي منبع هنا متين وعشرين وعايز اخد من المتين وعشرين دي تمانية فولت او تسعة فولت كان الاول قبل الحاكمات ما تظهر كنت اطلع بالمتين وعشرين يخش كلهم على اللمبة المتين وعشرين يعني المتين وعشرين ده هم هيخشوا مرة واحدة على المتين وعشرين والباقي يروح فائد باقي في الاسلاك سخونة حيات كتير قوي لكن اما الحاكم ده ظهر كده في حياتنا والناس اخترعوه ووصلوا لمرحلة انه لو اتحطي في دايرة كهربية هياخد من المتين وعشرين دول التسعة فولت اللي اللمبة دي هتشارع عليها او التمانية فولت او الخمسين او الستين والباقي يفضل في مكانه من غير مهدر طاقة من غير معمل فائد في القدر عشان كده الوظيفة الاساسية لحاكمات الجود المتردد يا ولاد ان هي بتعمل ايه بتحول للطيار المتردد ثابت القيمة لطيار متردد متغير القيم طيب الطيار بقى اللي هو بيطلع ده او الجهد اللي بيطلع ده بسميه التحكم في القيمة الفعالة للجهد وشرط اساسي وانا شغال على الحاكمات اول ما هشوفها كده وعيني توقع عليها على طول اعرف ان هم اتنين سيروستر واحد زي ما قلت لك بيروح الشرق التاني روح الغرب يبقى اتنين دول توازي مضاد او توازي متضاد ويوصلوا في الدايرة بين المصدر والحمل طب تعالوا بقى نتكلم عن عمنا الحاكم بقى في اهم التطبيقات بتاعته واهم استخداماته زي ما قلت التحكم في قدرة الاحمال يعني بتحكم في القدرة زات التأثير الحراري مثل احمال التدفئة زي ما قلت لك والتسخين والاضاء سخنات الماكوال اللي عندنا اي حاجة شغالة بتطلع حرارة لما وصلها في الكهرباء تبقى عبارة عن اللي بتحكم فيها اسمه الحاكم عشان كده سمو الحاكم لانه بتحكم في القيمة الفعالة للجهد اللي هي مصدر القدرة او قدرة الحمل نفسه زات التأثير الحراري زي الاضاءة عندنا برضو اللمبات كلها ممكن يتحكم فيه ايه اتنين بقى التحكم في سرعة محركات الطيار المتردد عن طريق التحكم في الجهد يبقى هنا هيتحكم في مين بقى في سرعة المحركات يعني عندي مطور مثلا سوى بقى مطور غسالة او مطور خلاط اي مطور شغال على الطيار المتردد انا عايز اتحكم في السرعة بتاعته عايز اخليها سرعة عالية قوي او عايز اخليها سرعة منخفضة قوي اودأ الحركة بسرعة عالية جدا ده مين اللي اشتغل على الحتة ديت برافو عليكم حاكمات الجهد المتردد يبقى حاكمات الجود المتردد ديت من اهم وظيفة التحكم في سرعة المحركات انا عايز اتحكم في سرعة مطور موجود في خط انتاج عايز اخلي المطور ده سرعته عالية عايز اخلي المطور ده سرعته منخفضة بدل ما كنت بقى بجيب مقاومات متغيرة ووصلها وخلي واحد كده على جنب المحرك يشيل المقاومة ويحط المقاومة حطينا في الفكرة كلها حاكم جبنا اتنين سيرستل واصلناهم بالتوازن مضاد وحطتهم في دائرة المحركات لو زودنا زودة الاشعال السرعة تزيد قللنا زودة الاشعال السرعة قل يبقى انا هنا استغلت الحاكمات في حاجات مهمة جدا جدا بتبقى موجودة عندنا في البيت موجودة في المصنع موجودة في الشركات الصناعية الكبيرة وانا مش هو خبالي منها لكن عرفت ان فيه في كل آلة حاجة اسمها الحاكمات ديت اللي هم الاتنين السيرستل اللي عملوا الصورة الصناعية الكبيرة اللي احنا بنشوفها دي طيب ايه بقى المكون الاساسي لحاكم الجهد ده سؤال ممكن يجيلي في الامتحان يقول لاستخدامات الحاكمات ايه خلاص المستر قال لنا لاستخدامات ايه تعالوا بقى نتكلم على المكون الاساس وده قلناها في المقدمة بتاع الحلقة قلنا المكون الاساسي لحاكم الجهد يا ولاد عبارة عن مفتاح مزدوج الاتجاه يبقى هو المفتاح مزدوج الاتجاه طب بيجي منين يمكن الحصول عليه باستخدام اتنين من السيرستل وشرط يتوصلوا عكسي بالتوازي يعني جيب اتنين سيروستور كده زي ما شفنا في الرسمة ووصلهم توصيل توازي وشرط الاتنين يكونوا عكس بعض يعني واحد رايح يمين التاني رايح شمال طب تعالوا بقى نتكلم عن فكرة الحاكمات اصلا بتشتغل في الدائرة ازاي شايفين الدائرة اللي قدامنا دي اللي احنا خدناها من شوية مكوناتها ايه اتنين سيروستور هم متوصلين بالتوازي المضاد اللي انا بطلق عليهم كلمة حاكمات الجود المتردد هنا منبع اهوة اللي هو المنبع بتاعي وده الحمل اللي انا هشغله سواء كان بقى سخان سواء كان تدفئة يعني مدفاية سواء كان لمبة سواء كان محرك هتحكم في سرعته دي مكونات الدايرة هيت اتنين سيروستور متوصلين بالتوازي المضاد فكرة عملوا يبقى قال لي الاولان ده هوت اللي هو كيو واحد هيشتغل في النص الموجب او كيو اتنين اي واحد فيهم هيشتغل الاول في النص الموجب وبعد كده التاني هيشتغل وراه على طول في النص الايه السالب يبقى ده هوت هشعله في النص الموجب وده يتم يشعله في النص في الايه السالب بيحصل عندي حاجة اسمها موجة جايبية شايفين الشكل بقى بتاعها دي الموجة الجايبية اللي كانت دخلة هي كانت دخلة كاملة ايه اللي حصل هنا بقى الموجة هنا تقطعت مش تقطعت يا مستر اتحكمت في القيمة الفعالة فخدت من الموجة ده هي القيمة اللي انا عايزها بدأ اشتغلت شوية وفصلت شوية اشتغلت شوية وفصلت شوية وخلوا بالكم ده لو قال لي في الامتحان اذكر نظرية عمل الحاكم ببساطة خالص هقول له الدائر اللي قدامك ده هي فيها حاكم عبارة عن اتنين سيروستر متوصلين بالتوازن المضاد فيه مصدر جهد في اس اللي هو تغير متغير فيه عند هنا الحمل بتاعي الفكرة بتاعت التشغيل ايه ان انا هشغل هشعل اي واحد من دول في النص الموجة من الموجة بيحصل لك الشكل اللي انت شايفه ده ده الموجة الجايبية اللي كانت داخلها موجة كاملة هيت مش حصل لها اي تحكم فيها لما وصلت في النص الموجة بإداني موجة جايبية هو ولوما وصلت في النص السالب إداني موجة جايبية برضو نفس الكلام وهنا فيه فراغة هو تلحطة المقطوعة دي كلها يبقى انا كده اتحكمت في القيمة الفعالة بدلا من المتين وعشرين كلهم طلعوا مرة واحدة لا انا خدت منهم على قد ما شغل السخان على قد ما شغل المكوى على قد ما شغل الدفاية على قد ما تحكم في صرعة المحرك كل ده بيتم الطريقة بسرعة جدا عن طريق مين زوية الاشعال اللي هي عن طريق الحاكمات اللي موجودة قدامنا دي طيب طرق التحكم في الجود المتردد انت قلتنا delegates 달�واتي ان انا عندي حاجة اسمها الحاكم طب بتحكم فيه عن طريق ايه بقى قال يتم التحكم في الجود المتردد او القيمة الفعالة للجهود المتردد عن طريق حكتين اتنين رقم واحد التحكم في فترات التشغيل والاقاف ايه بقى التحكم في فترات التشغيل والاقاف شايفين الموجة الجايبية اللي انت شايفينها دي اه دي بقى الموجة بتاعتنا اللي احنا شغلين عليها في البيت وفي كل حت دي الموجة الجايبية العادية هي موجة كاملة هي ايه اللي حصل هنا لاحظنا ان الموجة الجايبية اشتغلت شوية وقفت شوية وبعد كده كملت زي ما قلنا بقى الماكوى كده بتشتغل شوية وتفصل شوية مع اني ما شلتش الفيشة الماكوى شغالة والمطور شغال وكل الدنيا زي الفل والدفاة شغالة بس تشتغل شوية تديني حرارة عالية قوي قوي وبعد كده تتخفض شوية واللمبة تطفي من غير ما شيل اي فيشة مصدر جهد. لا ده انا حطيت حاكم هو بقى اللي عمل ايه? خلى القيمة الفعالة للموجة اللي انتم شايفينها ده ايه? اشتغلت شوية وبطلت شوية من غير ما شيل الفيشة من المنبع او من غير مفصل الكهرباء. عشان كده الحاكمات ديك عملت تفرة كبيرة اوي اوي في التطبيقات الصناعية المختلفة في كترونيات القوة. طيب ايه بقى التحكم في فترات التشجيل والايقاف ديك? قال لي طبعا انا عند الدائرة اللي احنا خدناها من شوية اتنين سيروستور. السيروستور الاولان يا ولاد هسميه كيو واحد. السيروستور التاني هسميه كيو اتنين. هشغلهم الاتنين مع بعض. اشغلهم الاتنين ازاي? ان انا اشغل كيو واحد لعدد صحيح من الدورات. وبعد كده اشغل كيو اتنين لعدد صحيح من الدورات. وبعد كده اعمل له عملية ايه? فاصل. يعني اللي اشغلوا الاول افصلوا ان انا ما وصلوش بالاشعال. والتاني اشغلوا هكذا. ايه اللي يحصل بقى هنا? قال للدائرة اللي انت شايفة دهية. لو انا عملت كده ان انا شغلت كيو واحد لعدد صحيح من الدورات وفصلته وبعد كده شغلت كيو اتنين لعدد صحيح من الدورات الفترة الاولانية ديت هيشتغل كيو واحد فهيديني موجة جايبية بالشكل اللي انتم شايفون ده وبعد كده ما اعمل له عملية فصل يعني ما ادلوش نبضات او ما اعملوش اشعال بيتوقف شوية فسموا الفكرة هنا تشغيل وايقاف خلوا بالكم انا ما شلتش المنبع او ما فصلتش القاربة عن المنبع بتاعي لا ده الدنيا زي الفل شغالة مية في المية بس انا كل اللي انا عملته اشعلت السيروسطور الاولاني وسيبت التاني شوية بعد كده فصلت الاولاني وشغلت التاني عشان كده الحاكمات بقى بتشتغل بتبدل مع نفسها وتشتغل عن طريق زاوية الاشعال قال لي من مميزاتها قلة التوافقيات ايه بقى التوافقيات ديت يا ولاد ايه كلمة التوافقيات ديت قابلنا كتير قوي او قهات قابلنا دلوقتي لازم الحاجة كده ما تمرش علي مرة يا الكرام يعني ايه كلمة التوافقيات احنا عندنا الموجة الجايبية اللي شفناها في الرسمة من شوية موجة جايبية مسلا وتردد بتاعي خمسين زبزب على الثانية قال لي كلمة التوافقية ساعة كنا نقراها التوافقية التانية التوافقية التالتة التوافقية الرابعة ايه ده ايه ده يا مستر يعني التوافقات ديت بتبقى مضاعفة اه طبعا عشان كده ما جوم عرفه التوافقيات قاله هي موجة تظهر مع الموجة الاصلية. يعني الموجة الاصلية اللي احنا شفناها اللي هي الكيرف بتاع زي زي رسم القلبي ده. اللي هي الموجة الجايبية اللي احنا درسناها في اولى وفتانية وفتالتة. ومن شوية شفناها. الموجة دي بتبقى رقم واحد. يعني موجة العادية خالص. لو انا ظهرت التوافقيات بقى. لو ظهرت التوافقيات عندي نتيجة اي حاجة بقى او مؤثر من برا. ايه اللي يحصل? لو ظهرت التوافقية بتعمل لموجة بتعاكس الموجة الاصلية بتعاكست ازاي مستر الموجة دي بتظهر مع الموجة الاصلية فلو ظهرت مع الموجة الاصلية بتزود الحرارة في المولد او في المطور او في المحول او في اي قلة شغالة بتزود درجة الحرارة فالتوافقيات لما بتظهر بتزود درجة الحرارة طب درجة الحرارة لو زادت في قلم الالات ايه اللي احصل الالات دي كلها من جوة كده محتوط فيها سلك نحاس معزول ورنيش في قلب حديدي فالقلب الحديث سخن عن طريق التوافقيات فسخن السلك السلك لما يسخن يا أولاد المادة العزلة دي بتنهار فيحصل تلف للمادة العزلة القلب بوز على طول عشان كده فترة تشغيل والإيقاف اللي هي الحاكمات لما بتشتغل ويتحكم في القيمة الفعالة للجهد المتردد عن طريق تشغيل والإيقاف أهم ميزة أن أنا بقضع التوافقيات ليه بقى؟ لأن السيرستور بيشتغل عن طريق إيه؟ إيش عال فبيشتغل شوية ويفصل شوية الفترة اللي بيشتغل فيها التوافقية تيجي تظهر إيه اللي يحصل؟ ينفصل التوافقية تخفت أو تنتهي خالص أو تتلاشى وبعد وهكذا طول ما انت شغال تظهر وأول ما تيجي تشتغل وهتنشط وتركب على الموجة الأصلية إيه اللي يحصل؟ يحصل لها عملية إيقاف فهي تروح جاءة عمل لها عملية هبوط كده بالزبط كده زي اللي يقول له هبوط يترمي في الأرض شكرا خلاص ما عادش توافقيات عشان كده التوافقيات لو ظهرت في أي موجة هي موجة بتظهر مع الموجة الأصلية بتسبب بعض المشاكل زي سخونة الآلة تلف المادة العزلة بما أن المادة العزلة تلفت خلاص كده كل سنوان تطيب المحرك اللي عندك أو المحاول اللي عندك أو المولد اللي عندك باز والدنيا كده ايه مش مظبوطة معايا عشان كده الميزة اللي هنا ان التوافقيات مش هتلحق تظهر عشان كده لما جا أقول لك ما هي مزايا طريقة التشغيل والإقاف للتحكم في القيمة الفعالة للجهد المتردد قولي لا تظهر فيها التوافقيات والمستر هنا قال لنا يعني ايه توافقيات وبتظهر ازاي طب تعالوا كده نتكلم عن استخداماتها بقى قال للطرق الأولانية ده هي تليه التشغيل والإقاف تستخدم في اللي قلناه كله بقى اللي فات اللي هو ايه مستر تعالوا كده نتكلم مع بعضنا فيها تستخدم هذه الطريقة في الأنظمة الصناعية زات الاستجابة البطيئة مثل التحكم في المحركات الكهربية كبيرة الحجم أو التدفئة الصناعية وزي ما قلنا في أول حلقتنا إن التحكم في القيمة الفعالة اللي احنا اختصرناها بكلمة حاكمات الجهد المتردد اللي هم الاتمنسة يروستور المتوصلين مع بعض بالتوازي أهم استخدام ليهم في المحركات اللي عندنا اللي هي الكبيرة قوي قوي اللي هي كبيرة الحجم والتدفئة الصناعية بكل مشتملاتها بقى دفيات سخنات شدة إضاءة كل ده من اللي بتحكم فيها فترات التشغيل والإيقاف وتعتبر من أهم الطرق اللي عندنا ومن أفضل الطرق لأن التوافقية التالتة أو التانية لا تظهر فيها نتيجة إن انت بتعمل تشغيل وإيقاف لعن منسة يروستور اللي أنا بقول عليه الحاكم طب تعالوا بقى نشوف إيه المعادلة دي ساعات يقول لك احسب القيمة الفعالة للجود المتردد القيمة الفعالة للجود المتردد اللي هو الجزر التربيعي المربع المتوسطات دوات اللي هو الو روت من سكوير ده هي اللي خدناها قبل كده في الباب التاني بتسوي جهد المصدر الجزر التربيعي لإن على إن زائد إم إيه بقى يا مصدر الكلام ده واحدة واحدة كده ما داخدناش في دوكا كلمة إن دي يا أولاد هي عدد أو بيسموها نسبة تشغيل أو هي عدد فترات التشغيل وكلمة إم عدد فترات الفصل يبقى أنا لو جيت عدد فترات التشغيل رمزت لها بالرمز إن وعدد فترات الفصل سمتها إم لو أسمت إن على إن زائد إم وجبت لهم الجازر وضربت الناتج في في إس اللي هو جهد المصدر يديني حاجة اسمها القيمة الفعالة للجهد المتردد وده مطلوب مهم جدا وإن شاء الله الحلقة الجاية أوعدكم هنحل كل التطبيقات اللي عندنا في المسائل عشان تعرفوا الدنيا ماشية إزاي طيب دي المعادلة أكتبها إمتى لو طلب مني القيمة الفعالة للجهد المتردد هيبقى مديني في المعطيات جهد المصدر هيبقى مديني عدد دورات التشغيل اللي هي إن وعدد دورات الفصل اللي هي إن أشتغل بالآل حسبة بتاعتي وأطلع الناتج وممكن أختصر الناتج ده كله إن أنا أقول ال V S في جزر K حيث كده هي نسبة للتشغيل وكلمة K لو جيت جبتها لوحدها الجزر التربيعي الإن على إن زائد إم طب يا مستر في طرق تانية؟ أه طبعا في طرق تانية الطريقة التانية بقى التحكم في زاوية إشعال السيروستر إيه التحكم في زاوية الإشعال السيروستر دي أتقل الطريقة دي بقى تعتبر أكثر انتشارا ليه؟ لإنها هتحكم في زاوية الإشعال اللي دخل على السيروستر اللي هو K واحد و K اتنين من غير بقى ما اشتغل شوية وافصل شوية هي دي طريقة برضو ممتازة إن أنا هتحكم عن طريق نص الموجة إن أنا أشعر نص موجة زي الشكل اللي انتم شايفينه ده هجيب محول أهو المحول ده ليه؟ عشان الكهرباء ما تخشش مباشرة على عمنا السيروستر واحد دهو والسيروستر التاني دهو طب ده سيروستر واحد بس يا مستر لا ده سيروستر اللي هو الحاكم كله اللي هو رمز T واحد دهو وده الضيض اللي أنا أقول على الحدافة وبرضو ما كانوا فيهم بين المصدر والحمل إن أنا هنا هتحكم في زاوية إشعال نص موجة شايفين الشكل بأعمل إزاي؟ هذه الموجة الجايبية كاملة هي؟ هنا اشتغلت على إيه؟ برافو عليكو على نص موجة بس عن طريق إيه؟ إن أنا أزودت زاوية الإشعال أو أقلل زاوية الإشعال طيب الطريقة ده هي في طريقة تانية برضو إن أنا هتحكم في زاوية الإشعال في موجة كاملة شفت بقى الفكرة هنا عملنا إيه؟ هناك كان اتنين سيروستر برضو بس كان حدفة واحدة أو ضايد واحد هنا جبت اتنين ضايد أهمت واحد برضو راح الشرق واحد راح الغرب وهنا برضو الاتنين سيروستر أهمت متوصلين مع بعض أهمت واحد راح الشرق واحد راح الغرب برضو بالتوازن المتضاد وهنا المصدر وهنا الحمل طيب الفكرة هنا إيه بقى؟ الفكرة هنا إن الموجة الجايبية بتاعتي كلها دخل هيت زي أول رسمة خدناها إيه اللي يحصل؟ لو أنا شغلت بقى السيروستر الأولاني اللي هو كي واحد هيعمل لي موجة جايبية عن طريق زاوية الإشعال إن أنا أزودها الكيرف ده يزيد قلتها الكيرف ده يقل وفي نفس الوقت أفصل ده وشغل ده الطريقة دي تعتبر طريقة مهمة جدا إلا إن فيها عيب خطير جدا إيه العيب اللي فيها؟ إن لا توجد دواير عزل عشان كده الساعة يقول لك في الامتحان إيه؟ إيه عيب طريقة الإشعال؟ أو إيه عيب طريقة التحكم في الجهود المتردد عن طريق زاوية الإشعال؟ عيب خطير جدا إن مفيش عازل إن مفيش بوابات عازل عشان كده عملوا الواصلة اللي قدامنا ده هي بيسموها كده وصلة الكاسود المشترك إنه هو جاب اتنين ضيود حطوهم مع السيروسطر واحد والسيروسطر اتنين وصلهم كده مع بعض بالشكل اللي انت شايفه ده عشان يخف قوي قوي من حدة العزل عندي عشان هنا هيشتغلوا الاتنين مع بعض لكن هناك لو تفتكروا كنت بشغل Q1 وريح شوية وشغل Q2 وشغلوا إزاي؟ عن طريق زاوية الإشعال؟ هنا هدي إشعال على Q1 في نفس الوقت هدي إشعال على Q2 عشان كده لو أنا عملت كده من غير لتنين ضيود دول الدايرة مش هتبقى في حالة عزل عشان كده لازم أحط اتنين ضيود عشان أعمل دايرة عزل بين Q1 وبين Q2 عشان الدايرة بتاعتي أقدر أتحكم في القيمة الفعالة للجول هنا لميل الكلام ده كله قال لي إيه؟ قال لي أتم التحكم في زاوية إشعال السيروسطر اللي هو Q1 وQ2 عند تغزية حمل مادل زي اللي انتوا شايفينه ده وتتغير قيمة الزاوية من صف لمية وتمانين درجة أو لمية واحد وتمانين درجة على أطراف الجهد بتاع المصدر وبعد كده يوصل للصف وبهنا بنلاحظ حاجة مهمة جدا إن هنا الدايرة اللي فاتت لو أنا وصلتها من غير اتنين ضيود يعني أنا لو جبت اتنين سيروسطر وصلتهم مع بعض بالتوازن مضاد وما حطتش اتنين ضيود اللي انتوا شايفينه بليسويد دهوت كل سنة وانت طيب الدايرة هتبقى محتاجة دايرة عزل علشان كده عملنا دايرة العزل اللي انتوا شايفينها دهية ودي تعتبر من أهم العيوب اللي أنا قدر أدويها عن طريق دايرة العزل إن أنا وصل حاجة اسمها السناء اللي وصلت للأرض المشترك أو آسف وصلت للكسد المشترك العب بقى هنا بساعات في الدايرة دي يحصل إيه برضو بقى ما عملنا عازل إلا إن نظرية التشغيل بتاعتي بيبقى فيها فأد كبير جدا في القدرة عشان كده خلوا بالكوا بقى لما نجي نرتب كده الأفكار مع بعضين طريقة التشغيل والإيقاف اللي خدناها في الأول خالص كانت من مميزة كملهاش عيوب لإن مميزاتها لا تظهر فيها التوافقية نتيجة إن أنا أنا بفصل السيروستور وشغله طيب الطريقة التانية طبعا كل حاجة لازم إليها طريقة تانية أو تالتة عشان يبقى متعددة في طريقة عندنا اسمها التحكم في زوية الإشعال ممكن نتحكم في زوية الإشعال عن طريق نص موجة أو عن طريق موجة كاملة سواء أنت هتشتغل نص موجة أو موجة كاملة زوية الإشعال فيها عيب خطير إن أنا لازم أعمل بوابات عزل لازم أعمل بوابات عزل فاخترعنا طريقة اللي إحنا شفناها من شوية اللي هي وصلة الكاسود المشترك إن أنا بعمل إيه؟ بجيبه للإتنين السيروستور واركب معهم اتنين ضايوت فكرة التشغيل بتاعتها بتاعمل بوابة عزل وهنا هدي نبضة أو هدي زوية إشعال كل ما بزوية زوية الإشعال كل ما السرعة بتاع المحرك بتزيد شدة الإضاءة بتزيد زي ما قلنا في الأول برضو بعد ما عملنا دايرة عزل لقوا فيه عيب برضو مهمة أو أوي في دايرة العزل دي أو في الدايرة بتاعة الكاسود المشترك اللي هي ايه بقى؟ إن القدرة بيحصل فقد كبير في القدرة بيحصل فقد كبير في القدرة يبقى أنا دوية العيب الأولاني اللي هو كتعايزة دوائر عزل طريق العيب تاني اللي هو الفقد فين؟ في القدرة عشان كده هي الطريقة دي حلوة أوي أوي عشان انتشرت طلعوا العيوب دي لكن تعتبر من أفضل الطرق في التشغيل واسعة الانتشار لأنها مش مكلفة كتير كل اللي بتعمله بس بتحتاج إيه إن انت بتدي زاوية إشعال وتتحكم في الحملة عن طريق زاوية الإشعال بتاعتك طيب هناخد بقى عنوان تاني خالص اسمه الترياك إيه بقى الترياك ده هو الترياك ده برضو كده من فصيلة السيروستر والترانزوستر ببنعموهم يعني يا العلاء كبيرة قوي يعني العلاء كبيرة بموحد بعد كده جلنا الزنر بعد كده طلنا على السيروستر بعد كده طلنا على الترانزوستر جلنا حاجة جديدة النهاردة اسمها الترياك شوية هناخد حاجة اسمها الدياك إيه المصطلحات دي كلها كل دي أشباه مواصلات زا ما قلت لك كده عمل الطافرة كبيرة قوي 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 في الصناعات الكهربية عندنا الترياك يعتبر برضو حاجة كده مصنوعة من أشباه المواصلات وبرضو يا سيلكون يا جيرومانيوم وبيبقى مكون من كان بقى شريحة خلوا بالكم لما نيجي نعمل كده مقارنة صغيرة وديك بعض النقاط الصغيرة كده المواحد كان اتنين بي واحدة بي واحدة بي واحدة ان يعني كان اتنين شريحة الزنر اتنين شريحة بس مطعامة شوية عن الايه عن المواحد برافو عليكم التالتة بقى السيروستر السيروستر ده كان اربعة بي ان بي ان الترانزوستر كان تلاتة بي ان بي يعني اتنين موجب واحدة سالب او ان بي ان اتنين سالب واحدة موجب جلنا بقى ده تمانية اربعة يمين واربعة شمال يعني بي ان بي ان وبي ان بي ان طب ما انت لسه هنا مستر من شوية اللي اربعة دول يعني سيروستر يعني ده عبارة عن اتنين سيروستر اه عبارة عن اتنين سيروستر كده بس هنتكلم عنه بالتفصيل في العرض اللي ههو تشوفه دلوقتي حالا عشان تشوفه الشكل التجاري بتاعه ايه وبيشتغل في ايه والترياج ده هو بيقى بيننا فين وإحنا مش واخدين لباننا منه زي ما كان السيروستر كده ما نسمعش عنه ولما دخلنا جواه وعرفنا بيشتغل فين لانا شايلينه مع الموبايل مع الشاحن مع الحاجات الكتير اللي في البيت عندنا. طعالوا بقى نشوف الترياك ده شكله ايه? قال الترياك هو مكون الكتروني يستطيع تمرير الطيار الله في الاتجاهين. خلوا بقى لكم بقى اللي فاتكم واللي جايكم تاني. الترياك ده عمل طفرة كبيرة بقى مش بقول لكم الدنيا لما بتتطور الناس بتشتغل بتطلع احلى ما فيها. قال الترياك ده لو اتوجد في الى كهربية او في مكان كهرابي بيمرر الطيار في الاتجاهين. يعني خلوا بقى لكم. ان ان الموحد سميناه موحد عشان بيوحد الطيار. يعني بيخلي الطيار في اتجاه ايه? واحد. الترياك قال له لا شكرا. انا عايز الطيار رايح جاي. يعني ده شرع رايح. والشارع برضو فيه حرطين واحدة رايح واحدة جاي. لكن الموحد كان اتجاه واحد بس اجباري. يا طروح ما ترجعش. طب تعالا هنا نتكلم عن فكرته ايه? قال لي فكرته الاول نشوف شكله. الشكل بتاعه هو. ده الشكل العلمي بتاعه. وده التشريح من جوة. قال لي عبارة عن ايه بقى الترياك ده هو. قال لي اتحمل الترياك نفس معدل الطيار. والجهد اللي بيتحمله السيروستر. يعني زيه زي السيروستر ان هو بيتحمل نفس معدل الطيار. الفكرة بقى اللي تختلف او او الحتة التكة اللي بتتميزه عن السيروستر ايه? لكنه يسمح بمرور الطيار الكهرابي في كلا الاتجاهين. امامي وعكسي. الراجل ده بقى شغال رايح جاي. لكن السيروستر ما كانش كده. الترانزوستر ما كانش كده. الموحد ما كانش كده. الزنر ما كانش كده. عشان كده. الترياك ده هو يعتبر مكان اتنين سيروستر. متوصلين بالتوازي المطاب او التوازي المتعاكس. وزودناك بوابة. والبوابة دي زيها زي السيروستر. لان السيروستر لو انتم اخدين بالكم كان فيه هنا بوابة وده كان ليه بوابة. لا ده انا عملت بوابة واحدة تخدم على الاتنين سيروستر دول اهو. السيروستر الاولين اهو طالع والسيروستر التاني اهو نازل والاتنين متوصلين بالتوازي. واحد يقول لي يعني الترياك ده زي الحاكم. لا. خلوا بالكم ان الحاكم كان ده ليه بوابة وده ليه بوابة تانية خالص. كان فيه بوابتين واحدة طلعة من هنا واحدة طلعة من هنا. لكن الاتنين دول شغالين بايه برافو عليكم ببوابة واحدة. هو زيه زي الصيروستر اهو ما اختلفش عنه بس الميزة الوحيدة اللي عندنا ده هو انه هو بيسمح بمرور الطيار القهرابي في كلا تجاهين رايح جاي طيب الترياك بقى ده هو استخداماته ايه? قال لي يستخدم الترياك كعنصر في التطبيقات التي لا تتطلب قدرات عالية عند عملها زي ايه بقى? التحكم في المصابيح الصغيرة لتغيير شدة الاضاءة. لو انا عندي مجموعة مصابيح كده وعايز تتحكم في شدة الاضاءة بتاعتها زي الزينة بتاع رمضان كده والحاجات اللي انت بتشوفها الجميلة ديت. الحاجات اللي انت بتشوفها دي اتحكم في شدة ايه? القهرابة بتجري كده ما هي بتجريش ولا حاجة بتلاقي الطيار بيجري كده او اللمبة شدة الاضاءة بتاعتها بتجري كده ورا بعدها راحها جاية كده بطرقة جميلة كده وطرقة ملفتة للنظر بيتحكم في شدة الاضاء انه هو بيغير من شدة الاضاء. كمان بيشتغل الترياك في دوائر التحكم في الفولت زي ايه بقى دوائر خفض الاضاء عايز اخفض الاضاء دوائر التحكم في الحرارة عايز اتحكم في الحرارة دوائر التحكم في سرعة المحركات بالرغم من ان الترياك ده هو بيكون في حالة جميلة جدا وهو بسيط جدا وبتوصل في الدائرة عندنا على التوالي مع بوابة الترياك طيب يعني ايه ملخص الكلام ده يا مستر بقى ملخص الكلام ده ان الترياك اللي انت بتشوفه ده هو ممكن يتحكم في شدة إضاءة مجموعة مصابيح صغيرة ممكن يتحكم في درجة حرارة ممكن يتحكم في سرعة محركات اللي هو المحركات عندنا ممكن يشتغل في حاجات كتير جدا وبرضو ده هو عمل طفرة يعني باختراع او بالميزة اللي موجودة فيه عمل طفرة صناعية كبيرة طب عيوبه ايه بقى قال لي من ابرز عيوبه اللي هو بيحتاج تغيير جهد يعني من ابرز العيوب بيحتاج تغيير ايه الجهد طب عشان تغير الجهد تعمل ايه بقى بنوصل هنا بنعمل حاجة اسمها ادفاق على التوازي والادفاق ده هو بيكون عبارة عن مفتاح والمفتاح ده هو بيوصله في الدايرة عشان كده العيب الوحيد اللي في عمينا الدياك ده هوت او الترياك ده هوت انه هو بيحتاج للحماية من معدل تغير الجهد ده العيب الوحيد اللي فيه انه هو بيحتاج الى حماية من معدل تغير الجهد لكن مميزاته قلت لك بقى كتير قوي انه بيمرر الطيار في كلا الاتجاهين ودي الميزة الوحيدة اللي اللي ضرب بها مين? عمنا السيروستر وعمنا الترانزوستر. نخش بعد كده بقى على بعض التطبيقات الصناعية المهمة جدا زي المحاول الالكتروني وازاي يتحكم في درجة حرارة. بس قبل ما نتكلم عن المحاول الالكتروني او التحكم في درجة الحرارة تعالوا كده نتكلم في بعض المحطات اللي اتعرضنا لها النهاردة كده بسرعة. فكرة الحاكم حاجة كده بجيبها. اتنين سيروستر بوصلهم بالتوازن المضاد مع بعض. وحطوهم بين المصدر والحمل. فكرة تشغيله كلها بتعتمد على ان بدي نبق او زاوية اشعال على الاولاني. وبعد كده قد تزاوية اشعال على التاني. الاولاني بيشتغل في الموجة بالتاني بيشتغل في السالب. بدل ما الموجة بتبقى كاملة كده. لأ بتشتغل شوية وتفصل شوية. طب بنشوف الحاكمات فين? زي ما قلنا بقى في وسائل التدفئة في الدفيات في السخنات في المكوى في التحكم في سرعة المحاركات الكبيرة قوي قوي. اللي كبرت الحجم اللي ما قدرش اتحكم بسرعتها عن طريق مقاومات. بحط معنا حاكمات جوك اللي احنا اتفقنا مع بعضنا عليه. طلع لنا حاجة بعد كده. اسمها دي يا الترياك. الترياك ده عبارة عن ايه? عبارة عن اتنين سايروستر متوصلين بالتوازي. بس بدل ما ديه ليه بوابة. وده ليه بوابة? بلم الاتنين كده ببوابة واحدة بس يعني يعني بيت كده ببوابة واحدة بس ما حدش يخش من كل بوابة كده. فكر التشغيل كلها ان هو بيسمح بمرور الطيار في كده الاتجاهين. شارع رايح جاي. حرطين ممتاز جدا. والدنيا فيه حلوة قوي. بيشتغل في التدفئة. بيشتغل في التحكم في الحرارة. في سرعة المحركات. في شدة القضاءة الجميلة اللي بنشوفها كده. ساعات كده نمشي قدام بعض المحلات. نلاقي كده ايه فرع النور كده. او فرع الكاربه. او فرع اللمبات كده. بينور شوية ويفصل شوية بتلاقي اللمبات كده الوان جميلة كده. بيتحكم في درجة حرارة. وبرضو عندنا لمبات لدي في البيوت عندنا بتغير الاضاءة بتاعتها. فيه لمبات كده موجودة بعض الشركات عاملها. بتتحكم في شدة الاضاءة بتاعتها عن طريق. انها ممكن تخفض وتزيد. زي بالزبط كده الحساسات اللي موجودة عندنا في الموبايل بتاعتنا. ساعات كده تبقى في موبايل زكي كده تبقى في نور تلاقي الاضاءة عيلة قوي. لو رحت مكان ضلمة تلاقي الاضاءة ايه اه اختفت لوحدها كده او بقى الموبايل بتاعي ما فيهوش نور خالص. ده جي منين عن طريق برضو بعض المغيرات الاضاءة او مغيرات شدة الاضاءة اللي بيشتغل فيها الترياك. ايه بقى المحاول الالكتروني ده? محاولات الالكترونية والتحكم في درجات الحرارة اللي بيشتغل فيها اوي 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 عمينا الترياك او عمينا اللي قلنا عليه الحاكمات اللي احنا خدناها في اول الوحدة دي او في اول الحلقة بتاع النهارة. تعالوا كده نشوف شكل المحاول الالكتروني ايه? هو بيشتغل ازاي? ادي محاول الالكترونية هوت? الشكل بتاعه اللي انتم شايفونه ده ايه بقى? برافو عليكم. في بنت شطرة كده بتقول لي يا مستر ده هو ترياك برافو عليك. من غير معرف اسمه او من غير معرف كلمة تي او من غير معرفة كده على طول لو لقيت اتنين سيروستر متوصلين بالتوازن مضاد وطلع منهم بوابة واحدة بس هفهم على طول ان ده ترياك. يبقى ترياك ممكن نشتغل كمحاول الالكتروني ازاي بقى? ده المنبع بتاعي هوت? وده هوت الترياك بتاعي وده مكسف وده مقاومة مادية. وده عبارة عن اتنين سيروستر برضو ترياك تاني اهو. وده برضو مكسف تاني. وده مقاومة متغيرة. الشكل بتاعها ده مقاومة متغيرة. تعالوا بقى نشوف فكرة التشغيل ايه? او ايه فكرته المحاول الالكتروني ده. قال لدائرة المحاول الالكتروني الغرض منها تخفيض الجهد المتناوب من متين وعشرين لمية وعشر. يعني محاول عادي بدل ما الكهرباء اللي عندي متين وعشرين بيطلعها مية وعشرة. يعني ده محاول خفض. فمثل هذا المحاول يلزم تشغيل بعض الاجهزة. فيه بعض الاجهزة اللي عندنا في البيت زي التلفزيون او الشاشة اللي عندنا. بتلاقي مكتوب عليها كده متين وعشرة على 110 يعني هي بتوصلها في المיתين وعشرين بس فيها محول من جوا بيحول الميتين وعشرين دول بيخليهم 110 عشان الجهاز يشتغل او الشاشة تشتغل او اي حاجة بقى في الدنيا بتشتغل على 110 يبقى المحاول الالكتروني وظيفته الاساسية بيخفض الجهد المتردد اللي عندي من 220 فولت يطلحهم 110 عن طريق ايه بقى عن طريق ضبط المقاومة اللي انت شايفها ده اهيت ويمكن الحصول على المياه وعشر يعني أنت هزبط المقاومة المقاومة هتتحكم في قيمة الجهد عن طريقاً من الترياج ده هو اللي وظيفته الأساسية التحكم في شدة الإضاءة التحكم في صلعة المحركات التحكم في الحرارة في حاجة تانية أو تطبيق تاني مهم جداً برضو التحكم في درجة الحرارة الشكل اللي قدامنا ده عبارة عن محرك أو عبارة عن من بحتالي المتغيرهه ودي عبارة عن هيتر اللي هو السخانة هو ده اسمه هيتر اللي هو الرمز بتاعه السخان وده الفكرة ده الباور بصاب لاي بتاعي وده المكسفات اللي عندي او وحدة التكسيف اللي عندي ايه الفكرة اللي هنا ديت قال للحاكم ده هوت مش احنا اتفقنا مع بعضنا اول ما اشتغلنا ان الحاكمات دي كلها بتشتغل في حاجة اسمها التدفئة الصناعية طيب الفكرة بقى بتشتغل ازاي ده هوت سخانة هوت اوهيتر هوت ايا كان بقى متوصل مع سخان متوصل مع دفاية متوصل مع مكوة اي حاجة شغالة بالحرارة يمكن استخدام الحاكم في التدفئة الصناعية وذلك باستخدام نظام التحكم في الدائرة المغلقة ايه بقى الكلام ده يا مستر ان انا هوصل هنا حاجة اسمها مقارنة دائرة مقارن دي بيسموها دائرة مقارن يعني ايه يعني المقارن ده فكرته كلها ان بيقارن بين كميتين بين كمية كبيرة وكمية صغيرة بين كمية كهربية وكمية حرارية يعني انا هجيب دائرة هنا مقارن المقارن هنا بولياكم مقارن حرارة هرموزه بالرمز T R من درجة الحرارة الفعلية اللي أنا أقول عليها T A يعني ايه الكلام ده يعني أنا مطلوب مني درجة حرارة وقتاكم اسمها T A والفعلية اللي هتلحها اسمها T A هعمل هنا مقارنة بين T A وال T R المقصود بكلمة T R زي ما قلتلك مقارنة الحرارة المطلوبة يعني أنا مثلا عايز درجة حرارة 26 والحرارة اللي يشتغل عليها هنا 100 درجة يعني خلوا بالك نده ممكن يطلح قديه مية درجة. انا عايز من مية درجة دول كام? برافو عليكم خمسة وعشرين او ستة وعشرين. فالخمسة وعشرين او الستة وعشرين دول هنسميهم تي ار. لكن المية اللي هو الحقيقي. اللي هو الفعلي. اللي هو يقدر يشغلهم اسمهم التي اي. هقارن بين الكميتين دول عن طريق هنا حاجة اسمها حساس درجة حرارة. حساس درجة الايه? بجموعة حساسات كده. دي ان شاء الله بازن الله هنتعرض لها بكتير قوي في التحكم الصناعي. الحساسات دي بتشتغل عن طريق ايه بقى? او ان انا هتحكم منها عن طريق ايه? ان انا هجيب الحاكم بتاعي. واتحكم في زوية الاشعال بتاعتي. كل ما هزوت زوية الاشعال. كل ما درجة الحرارة هتزيد على الهيتر ده او السخن ده. قللت زوية الاشعال. الحرارة هتقل مع العلم ان المنبع بتاعي متوصل. المتين وعشرين فولت طالعين. ما شلتش الفيشة وفصلتها زي ما قلنا في الاول يبقى فكرة العمل هنا ان انا هحط دائرة مقارن ودائرة حساسات الغرض منها ان يتطلع لدرجة حرارة مطلوبة مع العلم ان درجات الحرارة هنا ممكن توصل لمية درجة امتين درجة زي ما انت عايز. بس انا انا عايز درجة حرارة مسلا في الغرفة خمسة وعشرين درجة او ستة وعشرين درجة او تلاتة وعشرين درجة بدل ما طلع لمية درجة او الدنيا تبقى وحشة قوي. لا انا ناخد من المية كام? خمسة وعشرين? ستة وعشرين? زي ما انا عايز عن طريق الحساسات او عن طريق الحاكمات اللي هحطاها هنا تشتغل مع الحساسات والتشغيل كل اولاد اهو دي دائرة المقارنة هي ايه? الفكرة كلها هنا ان انا هتحكم زاوية الاشعال بتاع الحاكم ازوده اوي او اقلله اوي. زودت زاوية الاشعال درجة الحرارة هنا هتبقى عالية جدا. قللت زاوية الاشعال درجة الحرارة هتبقى صغيرة جدا او المطلوب ان انا اشغال. طيب تعالوا بقى نتنقل لحاجة تانية جدا مهمة اسمها ايه? العواكس. ايه العواكس دي بقى? خلوا بالكم المحطات اللي احنا بنقف عندها كده. المحطة الاولانية كانت اجبال موصلات وتكلمنا فيها عن بعض عناصر الدوار الكهربية. تحركنا بعد كده على حاجة اسمها مقطعات الجهد التالي المستمر. اشتغلنا على الحاكمات الجهد المطرد. تعالوا بقى نتكلم شوية مع بعضنا كده على حاجة اسمها العواكس. من كلمة العاكس كده يعني يعني حاجة بتعكس بتعكس ايه بقى او ايه فيديتها او ايه وصفتها. الطيار عندنا لو تفتكروا ما اشتغلنا في سنة اولى اساسيات وطلقنا سنة تانية وطلقنا سنة تالتة عرفنا ان طيار الكهراء بنوعية. طيار متغير وطيار مستمر. والطيار المتغير اللي احنا شغالينا عليه بقى في كل الدنيا. اللي موجود قدامنا هنا وموجود في البيت موجود في في كل حتة. طيار متغير. في طيار مستمر زي البطارية بتاع الموبايل دي طيار مستمر. الحجر القلم بتاع الرمود ده طيار مستمر. الديزل بتاع الافرح اللي بنشوفه في القاعة يشغل القاعة او يشغل الفرح الكبير ده هو ده اسمه طيار مستمر. المولد اللي موجود عندنا في البيت لما القهراء بتقطع بنشغله ده طيار مستمر. طيب يبقى الطيار متغير وطيار مستمر. الاول لو تفتكروا معي في الموحدات لما كنا بنحط الموحد على الطيارة المتغيلة. يعني انا لو عندي فيشة. الفيشة دي موجودة عندي في البيت. وحطت عليها موحد. ايه اللي يحصل? الطيار اللي هيطلع هيبقى طيار مستمر. تمام كده? اتفقنا عليه واشتغلنا عليه وتكلمنا كتير قوي على الحتة دي. طب تعالوا نعمل العكس بقى. يعني ايه مستر العكس? يعني انا هجيب بطارية? بطارية عربية اي او مولد الطيار مستمر? بطارية. واروح جاي حاطت معها العكس. ايه مش لازمة اتناشر فولت دهو? بيتحول لطيار متغير. يعني انت ممكن تحول الطيار المستمر لطيار متغير? اه طبعا ممكن تحول الطيار المستمر لطيار متغير. الكلام دي على فكرة ما كانش موجود من فترة طويلة. لسه موجود قريب. كان الناس تعتمد على الديزل على المولدات الطيار المستمر على 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 البطاريات كل دي كان الطيار مستمر. لكن انت كانت تجي لي فكرة كده ان الطيار المستمر اللي موجود عندنا دهو في في العربية في المطول بتاع العربية في آآ في البطارية اللي بنشوفها ده هي. ان انا ممكن اجيب بطارية ووصلها مع عاكس. يطلع لطيار متغير? اه طبعا. يطلع لك طيار متغير وطيار زي الفل كمان. الفكرة بقى بتاعته ايه? يعني الطيار المتغير ليه بديل ان انا ممكن بدل ما اجيب بقى ايه تروبينات وحاجات من دي ممكن اولد كهربا متغيرة عن طريق بطارية صغيرة? اه طبعا عن طريق بطارية صغيرة. عشان كده فكرة العاكس جد عملت برضو طفرة كبيرة. خلوا بالكم ان الحاجات دي كلها يعني ايه? انا انا بالنسبة لي كده عملت نقلتنا نقلة كبيرة اوي. ان الطيار المستمر اخليه طيار متغير? وعالعكس. المستمر المتغير اخليه مستمر? واتفقنا مع بعضنا في اول حلقة هنا. لما اتكلمنا عن اجبال موصلات. وقلت لك لو جبنا البي مع الان اللي هي الشريحة المجابة والشريحة السليبة. وربطناهم الاتنين مع بعض كده. يطلع لي حاجة اسمها الموحد. والموحد ايه وظيفته? برفع عليكم. بيحول الطيار المتغير لطيار مستمر. الطيار المتغير ده هو اللي هو عندنا في البيت اللي هو المتين وعشرين فولت بيخليه طيار مستمر لسابط القيمة والاتجاه. يعني لا يطلع ولا ينزل. طيار ماشي في التجاه واحد. مين بقى اللي الفضل في دياتي? اجبال الموصلات? اللي هو الموحد. شوية بقى عملوا ابحاث والدنيا تطورت وتغيرت. قالك طبعا احنا ممكن نعمل العكس. لو انا عندي طيار مستمر ممكن احوله طيار متغير وده ما كانش موجود من فترة قريبة. طفرة كبيرة حصلت عن طريق الاكتشافات الحديثة. ان الطيار المستمر ده ممكن احوله الطيار المتغير عن طريق العكس. ايه بقى هو العكس ده? العكس زي وزي الحاكم. زي وزي المقطع عبارة عن مفتاح. عبارة عن ايه? عبارة عن مفتاح في الدائرة الكهربية. مش احنا قلنا المقطعات دي عبارة عن مفتاح زي ايه بقى المفتاح ده هو مفتاح اللي هو السايروستر او الترانزوستر او المسفت. جيت في الحاكمات لقيت المفتاح عبارة عن ايه? عبارة عن اتنين سايروستر. يبقى المفاتيح كلمة مفاتيح هنا بقى ما تشغلكش كتير وتقول بقى ده مفتاح كلمة مفتاح حاجة كبيرة لأ. المفتاح ده ممكن يكون سايروستر ترانزوستر موسفت. نفس الكلام برضو. العاكس ده عبارة عن ايه? عبارة عن مفتاح هيتحط في الدايرة هيحول الطيار المستمر اللي هو ثابت القيمة لطيار متغير القيمة. طيب. كلمة مفتاح برضو عشان يجي يقول لك كده بساعت في الامتاح هنيقول لك ايه? ايه هي اللي بليه بنفضل المفتاح الاكتروني على المفتاح الميكانيكي? كلمة مفتاح ميكانيكي اللي هو موجود عندنا في البيت. اللي هو بتاع اللمبة. اللي هو المفتاح اللي تضغط عليه اللمبة تيد تضغط عليه اللمبة تطفي. او اي مفتاح اللي تكة اللي هو بيعمل تكات ده. المفتاح الالكتروني بقى مش كده خالص. مفتاح ما فيهوش اي حاجة ميكانيكية خالص. يعني لا فيه بقى تيرس ولا في بقرة ولا كلام من ده خالص. عبارة عن ايه المفتاح ده هوات؟ عبارة عن دايرة الالكترونية ممكن تكون سيروستر ممكن تكون ترانزوستر. حاجة كده ادعوه للصباع. المفتاح ده هوات يفضل استخدام المفاتيح الالكترونية لحكتين مهمين جدا. ان هي ما بعملها الصيانة. ما بعملها الصيانة دورية خالص. ولو حصل لقد لله لا عطل ببدلها على طول مباشرة لان تمنها صغير جدا او تمنها مش لا كاد لا يزكر يعني. يبقى اول ميزة دي. الميزة التانية ما فيهاش اجزاء ميكانيكية. يعني ما فيهاش بقى ايه ان السستة ضربت تغير السستة. مش عارف ايه الا المفاتيح اللي احنا بنشوفها دي كلها فيها بعض الاجزاء الميكانيكية. عن طريق التلامس. لكن دي ما فيهاش اجزاء ميكانيكية. ده حتة بتاع كده قدي عولة الصباح. في حاجة اسمها شريحة موجب وشريحة سالب يديني موحد. شريحة موجب ووحدة سالب ووحدة موجب يديني ترانزستر. اتنين موجب واتنين سالب يديني سيرستر. لو انا جبت تمانية يديني ترياك. الفكرة بقى دي كلها وفرت اللي كتير قوي قوي من الجهد والوقت. طيب. نرجع بقى للعنوان بتاعنا العكس. العكس ده عبارة عن ايه? عبارة عن حاجة بتحول الطيار المستمر لطيار متغير. طب تعالوا كده نشوف شكل العكس ايه? وبيشتغل في الدايرة ازاي? وازاي بيحول الطيار المستمر لطيار متغير? ده الشكل بتاع العكس اهو. الحتة اللي انا اللي ملونا داية الايسي شايفين بقى هنا? ده المنبع اهو كان بطارية. شفتوا بقى الدنيا? حطينا العكس ده عمل ايه? خد الطيار المستمر بتاع البطارية ده اهو? وخلا ايه سي طيار متغير زي الفولت. يعني حول الطيار المستمر لسابط القيمة لطيار مستمر. لقاسف لطيار متغير القيمة اللي هو الطيار المتردد. يبقى العكس جهاز يقوم بتحويل الطيار المستمر الى طيار متردد. طيب انواع العواكس ايه? قال لي فيه عندنا عواكس بتشغل الاضاءة والاجهزة الالكترونية? وعندنا عواكس بتشغل الاشياء اللي فيها المحركات. لو تفتكروا كده اما كان قطع فترة طويلة كنا بنجيب المؤلد كده او الديزل ونشغلوا شوية وخلاص. لا العاكس ده بقى المؤلد اللي ما بيشتغل ممكن يعمل صوت عالي وبيحتاج بنزين واواوا. ده لأ حاجة صفتي كده نعمة. كل اللي هتعملوا هتجيب البطارية. هتاخد منها طرفين. تدخلهم على العاكس. تلاقي الكهرباء بتاحتك نورت البيت خمس تدوار عشر تدوار. الطائر المتغير. التلفزيون اشتغل التلاجة الدنيا زي الفل. بقى طاقة نظيفة. طاقة حلوة. طاقة موفرة. بس فكرة بقى تشغيله بقى الفكرة بتاحته ان هو غالد تمن شوية لانه ده انواع. النوع الاولاني ممكن بس بقى اشتريه عشان اشتغل اضاءة. يعني يشغل اضاءة لمبات. يشغل اجهزة الالكترونية. يشغل رسيفر. يشغل شاشة تلفزيون. لكن لو انا هجيب بقى محركات عندي غسالة. تلاجة. اه دي فريزر. الحاجات دي كلها بضطر اجيب ايه بقى? اه عواكس اعلى شوية في القدرة. عشان تشغالها. عشان كده ماجهة صنى في العواكس بقول هي نوعية. النوع بيشتغل في الاضاءة والاجهزة الالكترونية. والنوع التاني بيشتغل في اجهزة اللي هي المحركات الاستنتاجية بحالها او المحركات بصفة عامة. اي محركات بقى غسالة تلاجة تلفزيون اه آسف اي مروحة كل المحركات اللي عندنا. مين يشغلها? ده نوع من انواع العواكس. والنوع التاني ممكن يجي بس في البيت عندنا. يشغل اضاءة بلس يشغل اجهزة الكترونية. والعواكس دي بقى موجودة في الخلايا الشمسية. ما فيش خلية شمسية اللي ما فيها عاكس. اللي هي الالواح اللي بتحط فوق سطح البيت كده عندنا. بتعمل لي برضو دي برضو هنتكلم عنها ان شاء الله بازن الله بعد كده. الخلايا ايه متغير يشغل البيت كله والدنيا كلها. طيب تعالوا بقى نخش جوه العاكس كده ونشوف العواكس ديت اصلا بتشتغل ازاي? وبتصنف ازاي? من حيس التركيب بتاعها. عندي تصنيف العواكس احادية الوجي. بقى انا عندي عواكس احادية الوجي. وعواكس سلاسية الوجي. مش الكهرباء اللي عندنا. فيه واحد فيز اللي احنا بلو عليه واجه واحد. وفيه سري فيز. السري فيز ده بقى اللي موجود في الشركات والمصانع. كкольку اول نوع عندنا احادية الوجي. انا عندي العواكس دية. في منها احاد الوجي وفيه سلاسية الوجي. تعالوا بقى نتحدم عن احادية الوجي. اللي هي بتشتغل ميتين وعشرين فولت. اللي هي موجودة عندنا سلكين واحد ارضي واحد كهرباء. اول نوع من انواحها دائرة عاكس نص انطرة. دائرة عاكس نص انطرة. الهدف منها الهدف منها توليد جهد المتغير احادة الوجي من مصدر جهد مستمر. ان انا هولد جهد متغير وجه واحد يعني سلكة ارض وسلكة اهربا من جهد طيار مستمر مكونات الدايرة ان انا هجيب اتنين مفتاح اللي هو مصفت مصدر جهد دايود حماية. شكل الدايرة بتاعتنا كده هيت. ودي فكرتها ان شاء الله بازن الله هناخدها بعد كده بالتفصيل. اه الفكرة بتاعت اشغيلها ايه? وبتشتغل ازاي? وازاي يحاول الطيار المستمر لطيار متغير? ده ان شاء الله هنشوفه بازن الله بعد كده. طيب. النهاردة محطقت مهمة جدا. يعتبر تلت الامتحان كده في ورقة الامتحان الالكترونيات. اتكلمنا عنها النهاردة في حاكمات الجهود المتردد. قلنا الحاكمات دي عبارة عن مفتاح. والمفتاح ده شرط يكون مزدوج الاتجاه. ومش مفتاح آآ ميكانيك ده ده كل الفكرة مفتاح الالكتروني زي ما قلنا كده. اتنين سيروسطر هجيبهم. هوصلهم بالتوازي. واحد رايح واحد رايح واحد جاي. والاتنين دول توازم وضاد كده. فوروح جاء موصلهم بدل مصدر والحمل. وده فكرة الايه? الحاكمات. طب الحاكمات بتشتغل ازاي? ان انا هادي نبضة للسيروسطر الاولاني. وادي نبضة للسيروسطر التاني. ده يشتغل في النص الموجة. ده يشتغل في النص السالب. يطلع للموجة الجايبية. بدل ما كانت موجة كاملة كده. لا يعمل لي ايه? يشتغلها شوية ويقطعها شوية. خدنا ازاي نتحكم في القيمة الفعالة للجهود المتردد. وعرفنا ان فيه طريقتين عندنا طريقة التشغيل والاقاف اللي ايه مميزاتها لتظهر فيها التوافقات التالتة. طريقة التانية التشغيل اللي اتحكم في زاوية الاشعال. وانها دي ات مهمة جدا جدا نعرفها. لانها اكثر انتشارا. بس عيبها تحتاج الى دوائر عزل. والعدة عوضناها بدائرة الكسد المشترك. طريقة لعب تاني. اللي هو فقد في القدر. طب تمام. دخلنا بعد كده على الترياك. عرفنا شكله ايه? عرفنا ان هو مميزاته المهمة. انه بيخلي الطيار رايح جاي. ان هو بيسمح بمرور الطيار في كلا الايه? الاتجاهين. تعرضنا لكلمة العاكس. وعرفنا ان العاكس ده لما ظهر عمل طفرة. ان هو حول الطيار المستمر. سابط القيمة لطيار متغير. متغير القيمة. سعيد جدا انا كنت معكم النهاردة. ان شاء الله كده عايزكم بقى اي كومنتات نشتغل مع بعضنا. وان شاء الله بازن لها اشوفكم في حلقات جاية كتيرة. ورب كده مستقبل باهر. مستقبل التفوق. اشوفكم كده في احسن حالاتكم. شكرا ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.